أنهت مؤسسة حياة كريمة تجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجا انتهت مؤسسة حياة كريمة من تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى طيبة التخصصي وذويهم وذلك بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر والتي بدأت في استقبال المواطنين عملنا الاستراحات بتاعة مستشفى حورس فأرمانت بعد تم تنفيذها طلبوا مننا هنا الأهالي في إسنا أنهم المحتاجين برضو استراحة للأهالي قدام المستشفى والحمد لله في خلال 15 يوم كنا خلصنا كل حاجة مظلات دي كانت شيء جميل خدمة الأهالي والمواطنين اللي هما بيليهم مرضى في المستشفى اللي بينتظروا بالساعة والاثنين والثلاثة بدل ما كانوا بينتظروا في الشارع وبيقودوا تحت الشمس وكده والجو الحر اللي عندنا في الصعيد احنا مستوى الصعيد الجو عندنا حر دايما والشمس دايما شديدة شوية فالناس بتنتظر دلوقتي بيقيت على المظلات وتيقود بالساعة والاثنين منتظر عادي ما فيش اي مشكلة محدش بدأيجهم بنشكر اول مؤسسة حياة كريمة نستجاب بسرعة للطلب احنا قدمنا الطلب بتاعتنا داد ده في شهر واحد اخر شهر واحد والحمد لله يعني ما فيش شهر كده وابتدى التنفيذ حياة جميلة ومشرفة جدا 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 ما شاء الله بنشكر سياطة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة الاستراحة تضمنت مظلات ومقاعدة ما انشاؤها امام المستشفى لمرتادي المستشفى وذويهم لتوفير الراحة لهم وحمايتهم من اشعة الشمس ومنع تكدس المواطنين امام المستشفى حياة كريمة انها يعني دائما بتنظر للمواطن البسيط المواطن البسيط اللي هو في الشارع فمستشفى إسنى لما تعملت في المنطقة اللي احنا فيها دي كان الاول المنطقة الصحراوية وما فيش يعني فيها حد زي مظلات او شجر او المنطقة نفسها ما كانتش مؤهلة لاستخدام الادم يعني فجاءت حياة كريمة دلوقتي طبعا التشجير والمظلات اللي اتعملت برضو حافظت على الانسان اللي باجه يزور المرضي بتاعه او بيدخل المستشفى انه بيجد في جاعة محترمة قيمة لي لحد ما يدخل ويطلع من المستشفى جهد كبير تقوم به المؤسسة وهذا ما ثمنه اهالي المرضى فالاهالي كانوا لا يجدون مكانا مريحا ينتظرون فيه امام المستشفى وهكذا تواصل مؤسسة حياة كريمة تقديم الحزم المتكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية لتقديم افضل الخدمات للفئات المجتمعية الاكثر احتياجا ترجمة نانسي قنقر